لا تتريث الفرق الهندسية عن عملها في انتزاع الألغام في محافظة صعدة ما دامت أياد الموت والإرهاب تزرعها في كل دقيقة وأينما حلت الفريق الهندسية العسكرية التابع للقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب يتكلف بتمشيط مناطق واسعة زرعت بكمية كبيرة من الألغام والمتفجرات تقدر هذه المساحة الممتدة على طول سيتا كيلومترات بدأ من منطقة المشابيح وصولا إلى الخط الرابط بين مدرية الظاهر والجبال المران تعاملت الفرق الهندسية مع أشكال عدة من الألغام الأراضية لعل أخترها الألغام الفردية والعبوات الناسفة التي تفجر عن بعد أو عن طريق خيوط متشابكة مع بعضهم البعض تنفجر مباشرة إثر سحب هذه الخيوط وكثيرا ما يزرع هذا النوع من المتفجرات بالقرب من الممرات والطرقات وقرى المواطنين هذا الألغام دبابات مدرعة ألغام دبابات مدرعة ألغام ثقيلة هذا ألغام بشرية وهذا قضائف أربقي قضائف أربقي يعني الله أكبر الله أكبر والله الحمد هذا النوع من المتفجرات يطلق عليه اسم كليمر قوته التدميرية عالية صنعته ميليشيات الحوثية يدويا مستخدمة كمية كبيرة من المتفجرات تزرع على جوانب الطرق المعبدة مستهدفة المركبات العسكرية والمدنية على حد سواء إذ يذهب ضحيتها عشرات المدنيين شهريا الذين يتنقلون من منطقة لأخرى استطاعت الفرق الهندسية التابعة للقوات الخاصة من انتزاع نحو 230 لغما تم التخلص منها بشكل كامل كما لا تزال ألاف الألغام مزروعة في المناطق المجاورة من منطقة المديمح والتي تشكل خطرا بالغا ليس فقط على العسكريين بل المدنيين أيضا عسكريا يخوض أبطال القوات الخاصة معارك متواصلة مع عناصر الحوثيين في منطقة الحصامة كما تواصل تقدمها باتجاه جبال مران عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مودرية الظاهر ترجمة نانسي قنقر